السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشامون ذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا إثراءات في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإسعاج والضوضاء كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس وأتعبع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام في درس أجهزة الحاسب اللوحية والأجهزة الذكية هدفنا العام كان أن يتعرف الطالب والطالبة على أنواع أجهزة الحاسب أما في درس أدوات الحاسب التفاعلية شاشة اللمس ولوحة الألعاب هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على أدوات الحاسب التفاعلية أما في درس الهواتف الذكية استخدام الآل الحاسبة هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية استخدام الآل الحاسبة في الهواتف الذكية أما في درس الهواتف الذكية كتابة الملاحظات درس هدفنا العام هو أن يستخدم الطالب والطالبة تطبيق الملاحظات في الهواتف الذكية دعونا نتذكر أعزائي الطلاب والطالبات ولكن ماذا نتذكر نتذكر ما تعلمناه في دروسنا السابقة هيا معي نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة تعلمنا عن الحاسب اللوحي التابلت ما هو الحاسب اللوحي؟ قلنا أن مميزات الحاسب اللوحي التابلت أنه صغير الحجم ويسهل حمله كذلك يسهل استخدامه كذلك يعتمد على شاشة تدعم اللمس هيا نرى نموذجاً للحاسب اللوحي أو التابلت كما نرى هنا صغير الحجم يسهل حمله واستخدامه كذلك يحتوي على شاشة تدعم اللمس أي أستطيع الكتابة بواسطة اللمس ما اسمه؟ أحسنتم الحاسب اللوحي أو التابلت تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة ماذا عن الهاتف الذكي؟ قلنا يمكن من خلاله إجراء المكالمات الهاتفية والسؤال عن الأقارب والأصدقاء كذلك الذردشة مع الأصدقاء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كذلك إرسال رسائل البريدة الإلكتروني كذلك تصفح الإنترنت والبحث عن مواضيع مفيدة جدا هذه فوائد الهواتف الذكية أيضا تكلمنا عن أدوات الحاسب التفاعلية للحاسب أدوات تساعدنا على التفاعل مثل ماذا؟ تكلمنا عن شاشة اللمس أيضا لوحة الألعاب هي الأدوات التي تمكننا من التعامل مع الحاسب بشكل سهل بشكل سهل وسريع مثل ماذا؟ مثل شاشة اللمس و لوحة الألعاب ماذا عن شاشة اللمس؟ قلنا إنها طبقة شفافة أي لا لون لها تغطي الشاشة الأساسية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إذن طبقة شفافة تغطي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية تستخدم تتحسس حركة اليد أي أنني أستطيع بواسطة حركة أصابعي وحركة يدي من الكتابة من خلالها أيضا يسهل الرسم عليها بواسطة ماذا؟ القلم المخصص لذلك هيا نرى ذلك كما ترون هي طبقة شفافة تغطي الحاسب اللوحي وتغطي الهواتف الذكية تتحسس حركة أصابعنا نستطيع الكتابة من خلالها أيضا نستطيع الكتابة باستخدام الأقلام المخصصة للكتابة هل هي أقلام أو ألوان خشبية أو قلم رصاص؟ لا هي أقلام مخصصة للكتابة على الحاسب اللوحي والهواتف الذكية أيضا تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة ماذا عن لوحة الألعاب؟ ماذا قلنا عن لوحة الألعاب؟ هيا تذكروا معي قلنا تستخدم لوحة للتحكم بالألعاب وتأخذ عدة أشكال هيا نرى أشكالها لوحة ألعاب تعمل بشكل سلكي ولوحة ألعاب تعمل بشكل لاسلكي ما الفرق بين لوحة ألعاب تعمل بشكل سلكي ولوحة ألعاب تعمل بشكل لاسلكي هيا نرى كما نرى هنا لدي لوحة ألعاب كما ترون تعمل بشكل سلكي أي وجود سلك متصل بها كما نرى هنا لذلك سميت لوحة ألعاب تعمل بشكل سلكي أي أن وجود سلك متصل بها أما عن لوحة الألعاب التي تعمل بشكل لا سلكي كما نرى هنا لا وجود للسلك إذن لاسلكي لوحة ألعاب تعمل بشكل لاسلكي ولوحة ألعاب تعمل بشكل سلكي أي هناك سلك متصل بها رأينا الفرق بين كلمة سلكي ولاسلكي ماذا عن لوحة الألعاب على شكل مقبض يدوي كما نرى هنا على شكل مقبض يدوي أنا أمسكها وأقبض عليها بيدي إذن هي على شكل مقبض يدوي كما نرى هنا أيضا هناك لوحة ألعاب على شكل عجلة قيادة عجلة إذن على شكل دائرة عجلة قيادة هذه أشكال لوحة الألعاب أما عن الهواتف الذكية أيضا تكلمنا أننا نستطيع من خلالها إجراء العمليات الحسابية وكتابة الملاحظات دعونا نتذكر الآلة الحاسبة على الهواتف الذكية قلنا هو عبارة عن تطبيق يمكننا من إجراء العمليات الحسابية البسيطة مثل الجمع، الطرح، الضرب، القسمة كذلك العمليات الحسابية المتقدمة والصعبة كيف نقوم بذلك؟ كيف أستخدم الآلة الحاسبة على الهاتف الذكي؟ هيا نبدأ خطوة بخطوة أولا أبحث عن تطبيق الآلة الحاسبة ابحثوا عن تطبيق الآلة الحاسبة في هواتفكم الذكية بعد ذلك انقروا على التطبيق بإصبعكم انتظروا قليلا حتى يبدأ التطبيق بالعمل بعد ذلك هيا نقوم بإجراء هذه العملية الحسابية البسيطة اثنان زائد أربعة ننقر على ماذا أولا؟ أي رقم؟ أحسنتم انقروا على الرقم اثنان بعد ذلك علامة الجمع ننقر على زائد أحسنتم الرقم الثاني كم؟ أحسنتم أربعة اثنان زائد أربعة أريد أن أعرف النتيجة علامة أي علامة أضغط أحسنتم انقر على علامة ليساوي فتظهر لدي النتيجة اثنان زائد أربعة كما نرى رائع ستة كما تروا ستة ماذا عن كتابة الملاحظات؟ أيضا نستطيع كتابة الملاحظات على هواتفنا الذكية كيف ذلك؟ قلنا إنه عبارة عن تطبيق كما الآلة الحاسبة هو التطبيق يمكن من خلاله كتابة الملاحظات فهو يشبه ماذا قلنا شبهناه بالدفتر الإلكتروني نستطيع من خلاله كتابة الملاحظات عن طريق النمس على لوحة المفاتيح التي تظهر لدينا كيف أستخدم إذن تطبيق الملاحظات في هاتف الذكي؟ أولا من شاشة هواتفنا الذكية أبحث عن تطبيق الملاحظات هي ابحث عنه بعد ذلك أنقر على تطبيق الملاحظات أنتظر قليلا حتى يبدأ التطبيق بالعمل بعد ذلك أستطيع الكتابة على تطبيق الملاحظات ما أريد كتبت أنا واجب في مادة المهارات الرقمية إذن لدي واجب في مادة المهارات الرقمية كانت هذه ملاحظتي أيضا قلنا نستطيع أن نقوم بتنسيق النص نستطيع أن نغير لون الخط الذي نكتبه بألوان متعددة كذلك حجم الخط قلنا إذا كان الرقم كبير أي أن حجم الخط يكون كبير أما إذا كان الرقم صغيرا يكون أحسنتم حجم الخط صغير أيضا خلفية الخط اللون الذي يكون بخلفية الكتابة أيضا نستطيع أن نغيرها هيا نرى مثالا واجب في مادة العلوم كتبتها بالخط الأحمر جعلت خلفية الخط صفراء أيضا جعلت حجم الخط صغير ماذا عن واجب في مادة الرياضيات؟ كتبته باللون الأسود أما الخلفية كانت بالأخضر وحجم الخط كان كبيرا أكبر من الملاحظة الأولى أحسنتم أكبر من ملاحظة واجب في مادة العلوم تعلمنا أيضا كيف نقوم بكتابة الملاحظات كما نرى هنا لديه الآن نشاط صغير هيا نقوم بحل النشاط أكمل الجملة التالية تتكون أدوات الحاسب التفاعلية من ماذا قلنا؟ تذكروا معي أحسنتم من شاشة اللمس؟ وماذا أيضا؟ لوحة الألعاب إذن تتكون أدوات الحاسب التفاعلية من شاشة اللمس ولوحة الألعاب قمنا بحل النشاط لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على جلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في نهاية درسنا عزاء الطلاب والطالبات على الخير ألقاكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته